عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من ستين عاماً في مدينة بيشاور الباكستانية لقصرني عملك في الصحافة يا ولدي واعلم أن عمل الصحافة شاق ومضمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله على سلامتك الحمد لله والله لقد اشتقت إليكم كثيراً وكيف كانت سفرتكم؟ خيراً وبركة بفضل دعائكم ولكن ما سرني كثيراً هو أبا كنت أسمعه وأراه؟ خيراً إن شاء الله وهل من أخباركم إلا الخير والفلاح؟ تقصد أخبار المناظرات والليالي؟ نعم فلا شاغل للصحافة إلا أخبار هذه المناظرات وما تبذلونه من جهد في إصال الحقيقة إلى الناس الحمد لله والعزة لدينه هل جاءك مصداق كلامي يا محمود؟ حقاً سماحة السيد ولكنني أطمح في أن تكون جميع المناظرات القادمة منشورة باسمي في صحف بشاوة أعلم أن لكل مشتهد نصيباً وفقكم الله من أهل بيت أحب الله ورسوله وأهل بيته فزادهم الله رفعة وجلالة إنما هي بفيض من بركاتكم المحمدية أدامكم الله السلام عليكم وعليكم 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 وحلو سماحة السيد كيف حالك؟ الحمد لله على السلام كيف حالو يا أخي محمود حلو أخي يوسف لقد أوصلت جميع الكتب والمراجع إلى العلماء كما أمرتني يا سماحة السيد ولكنك لم اشتفع إنهم قادمون خلفي الآن أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم السلام عليكم كيف حالو مولانا؟ مبارك الله وفيد السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل تفضلوا وجلس اجلسوا يرحمكم الله بارك الله فيك يا الله يا الله الحمد لله كيف حال أخي عبد السلام الحمد لله وكيف حال أخي الحافظ بارك الله فيك أيها سيئة بارك الله فيكم جميعا مرحبا بكم جميعا وأستميحكم عذرا فأنا قادم من سفر طويل ولا بد أن أرتاح قليلا لا بأس عليك لا بأس بإذن سماحتكم تفضل في أمان الله تفضل على السلام لا نريد أن نضيع وقت السيد سيدي لا بد لي ولنا جميعا أن نسجل لكم انتصاركم بما حققتموه في مناظراتكم مع الهنود والبراهمة يا أخي إنما الجميع معليون بالانتصار للدين وإعلاء كلمة الله تعالى فما كانت حججهم وبيناتهم حينما كنت أحاور الملاحدة والغلاة والخوارج كانوا يحتجون علي ببعض الآيات القرآنية فما كان ردكم عليهم كنت أجادلهم بالقرآن والحديث المسند وأوضح لهم بأن القرآن هو السبيل الحق وكل ما خلاه باطل وليس من الإسلام بشيء وهل كانوا على ملة الإسلام كانوا ينسبون أنفسهم للإسلام ويحاجون بالقرآن حسب تفسيرهم الخاص فما حكمهم في الإسلام وهم على هذه الحال إن أكثرهم لا يفقهون من الدين شيئا غير ما يأخذونه من بعض الذين يدعون العلم والغريب أني قابلت بعض المتفقهين منهم فوجدتهم متعصبين جاهلين لا يفقهون شيئا أي أنهم قرأوا القرآن وتفسيره والحديث والسنة نعم لقد حذرتهم من تفسير القرآن على هواهم وحاجستهم بالآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن المقصود بأهل الذكر سماحة السيد الذكر هو القرآن الحكيم لقوله إنا نحن نزلنا الذكر فأهل الذكر علي وبنوه رواه الثعلبي عن جابر الأنصاري عن علي عليه السلام لذلك كان علي عليه السلام يقول للناس سلوني قبل أن تفقدوني لقد فسر بعض علمائنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله والذين معه فقالوا الذين معه إشارة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاء وأشداء على الكفار إشارة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم نجد في التاريخ ولا تفاسير علمائكم ما يسند هذا الحديث أما المراد من جملة رحماء بينهم فهو عثمان ذو النورين لأنه كان رحيما رقيق القلب هو تفسير واحد لا سند له وهو رأي شخصي غير مسند والقائل به يشمله قول الرسول صلوات الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار لكن هذا التفسير لم ينكره أي فرد من أهل العلم لكني أسلفت يا سيدي أنه لم يسنده أحد من علمائكم مثل من؟ مثل التعالبي والطبري وغيرهم فما قولكم بما أنزل في حق أبي بكر في آية الغار بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله أليس ذلك اختياراً إلهياً بحق أبي بكر وإخباراً للنبي بأنه سيكون خليفته من بعده؟ لم أجد تفسيراً كهذا في كتبكم فإن كان لديك فأدركني به إذا لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالهجرة رغم شدة سريتها؟ ما كان أبو بكر على علم بأمر الهجرة من النبي صلى الله عليه وآله بل علم ذلك من الإمام علي عليه السلام بعد أن هاجر النبي ذكره الطبري في تاريخه الجزء الثالث ألا تعد صحبة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة خصه الله بها لا شك بأن الصحبة وحدها لا تعد فضيلة لأحد فصاحباء يوسف الصديق عليه السلام مكث معه في السجن خمس سنين ولم يؤمن بالله فهل تعد صحبتهما للنبي منقبة وفضيلة لهما نستأذن سماحتكم بالانصراف فقد حان وقت صلاة العشاء اذهبوا راشدين يرحمكم الله فنحن كما تعلمون نجمع بين الصلاتين ولنا عودة بإذن الله بإذنه تعالى سهلا وسهلا بكم سماحة السيد أنا تاجر من أهل السنة مرحبا بك أخا وضيفا كريما شكرا لسماحتكم كنت أنتظر انتهاء المناظرة لكي أبوح بما في صدري على الرحب والسعة ولو كنت أتمنى أن يكون حديثنا أمام الجميع لتكون الفائدة أعم وأشمل في حديثي بعض الخصوصية ولكي لا يكون إطراء فقد كسبت قلوبنا ونورتنا وما جاء بي أن خلافا وقع بين العوام والعلماء فعاتبناهم على إخفاء الحقائق طوال هذا الزمن حتى بينتموها فصرتم حديث مدينة بيشاور لم أبين إلا ما جاء به علماء التفسير وأصحاب الحديث وهذا في متناول كل مسلم ومسلمة ثانيا سمعت من إخوتي أن بعض علمائنا يتعصبون عند حديثك معهم فأرجو أن لا تتأثر سماحتكم أو تاضا أبدا يا سيدي فقد اتفقنا مسبقا أن يكون حديثنا مدعما بالسند الصحيح والبينة الصحيحة ومن كتاب الله وسنة نبيه الكريم هذا ما كنت أستجلي حقيقته من أجل الأخذ بها والآن بعد أن تبين لي الحق أستأذن سماحتكم بالانصراف وسأرجع إلى المناظرة بعد صلاة العشاء اذهب راشدا بحفظ الله ورعايته لا بد أن السيد قد أحس بالجوع والتعب فقد جئتك بشيء من عنب بيشاور شكرا لك يا يوسف تفضل يا سيدي هذا أول القطاف لقد اشتقت إلى جدي الرضا الذي قبى في العجاز وفي العراق وفي العراق وفي كل متى وفي كل متى من وحشة الطريق وقلة الزاد وطول السفر القطاف وحشة الطريق علمت أن سماحتكم كنتم في معرض تفسير الآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه وأسألكم أن تتموا الموضوع لا مانع في ذلك إذا ما أذن لي المشايخ الأجلاء والحاضرون لا معنا تفضلوا وسنسلم لا بأس عليك يا سيد لقد أول الشيخ عبد السلام كل صفة في الآية الكريمة على أحد الراشدين بالترتيب وهل التأويلكم يختلف؟ أولا لم يذكر أحد من المفسرين هذا التأويل ثانيا لا بد من اجتماع الصفات الأربع المذكورة في شخص واحد وهو المراد في الآية الكريمة وهل يوجد من اجتمعت فيه هذه الصفات برأيكم؟ نعم فما اجتمعت تلك الصفات في واحد من الصحابة سوى الإمام علي عليه السلام أنتم تغالون في سيدنا علي كرم الله وجها لأنكم تنسبون إليه كل آية يرد فيها وصف للمتقين والمؤمنين أن كل ما نذكره في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام هو من كتبكم ومصادركم علينا بالبينة كتاب الله وسنة نبيه وما اجتمع في حق علي كرم الله وجهه أنتم مطالبون بتبيانه وإلا فإننا سنظل ندور حتى نقع في الخطأ لا سامح الله لا أوقعنا الله في الخطأ والزلل وإنما دليلنا البينة وأنتم علماء أجلاء فتحرروا البينة والحقيقة إذن أذكروا سماحتكم أسماء الكتب والمصادر كتاب ما أنزل من القرآن في علي للحافظ أبي نعيم وكتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني وكتاب نزول القرآن في علي للشرازي أليست هذه كتبكم؟ نعم هي كتبنا وأهلها علماؤنا المفسرون الكبار أمثال الثعالبي والصيوطي والرازي وغيرهم أفهم من علماء الشيعة أم من علماء السنة والجماعة بل هؤلاء كابر مفسرين من أهل السنة والجماعة عن العلامة الكنجي عن ابن عباس قال الرسول ما أنزل الله من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها إذا أذن لي السيد ينذهب إلى الإمام الشافعي حين سئل عن فضل الإمام علي عليه السلام فقال ما أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسداً وبغضاً وأخفى محبوه فضائله خوفاً ورهباً إذن فتطبيق الآية محمد رسول الله على مولانا وسيدنا علي عليه السلام وهو مزداق لما جاء به جل المفسرين والعلماء بلا لبس أو خطط لو كان هناك إنصاف لكان هناك إقرار بأن علي عليه السلام الذي نشأ في حجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لا من غيره بدلالة الآية والذين معه نعم فقد تعلم وتأدب وتربى على يد الرسول الأكرم وتحت إشرافه وكان أول من آمن به وعمره عشر سنين نحن نقر بأن علي أول من آمن وأن الراشدين آمنوا بعد ذلك بمدة لكن من الواضح أن إيمان شيخ مجرب ذي عقل وبصيرة أفضل من إيمان طفل صغير لم يبلغ الحلم لكن هذا الطفل كان ذا قابلية ولياقة وموفور عقل فدعاه النبي إلى الإيمان فاستجاب والنبي سيد العقلاء والحكماء إذن ترون أن ذلك كان تكليفا من النبي صلى الله عليه وسلم فهل من سابقة قال الله تعالى في شأن يحيا عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا وقال في شأن عيسى بن مريم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نطق هذه الجملة وهو في المهد أحسن تفضل يا سيدي هذا مسند عمر بن عباس أردت أن أقرأ عليكم ما جاء في حق علي عليه السلام على لسان عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لقوم كانوا يجادلون في علي عليه السلام كفوا عن ذكر علي لأبي طالب فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في علي ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيد بن الجراح والنبي متكئ على علي بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منكبه ثم قال يا علي أول المؤمنين إيمانا فهو أنت وأولهم إسلاما أنت مني بمنزلة هارون من موسى وكذب علي من زعم أنه يحبني ويبغضك وقد ذكر بعض الأبيات الإمام عليه السلام رواه التقات والعلماء إذا سمحت لي أن أقرأ بعضا منها تفضل وقرأها علينا يا أخي محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة بن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وصبطاء أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرًا غلامًا ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم فمن يلقى الإله غداً بظلمي أحسنت بارك الله فيه أحسنت يا أخي يا باب أحسنت يا باب أمي آآ آآ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة